سنشرح اليوم خبرا من موقع VOA هذا الخبر يتحدث عن الطائرة التي قامت بيلاروسيا أو روسيا البيضاء بإنزالها وكانت هذه الطائرة ذاهبة إلى ليثوانيا وقادمة من اليونان وأنزلتها بيلاروسيا للقيام بالقبض على شخص على ما أعتقد هو صحفي لكن الخبر هنا يقول بأنه اعتقال لقائد المعارضة الدولة الغربية تدين بيلاروسيا بشأن الاختطاف واعتقال زعيم المعارضة كلمة اختطاف اعتقال زعيم المعارضة اعتقال زعيم المعارضة أتقال زعيم المغارضة بالمغارضة بالمغارضة قام بقيام القوناة للتكربة بالمغارضة قام بلاروسيا قام بحراء اتقال قام بإنزال لبلاروسيا بإنزال لقائد مرضي قام بإنزال للمطاط وقت قمت بإمكانك ريانير وقمت بإمكانك ريانير لا أعرف كيف تنتق هذه الكلمة لأنها اسم شركة جوية ريانير إير بلين أو ريانير إير بلين بينما مراقب الحركة الجوية أخبروا الطيار بوجود تهديد قنبلة على الطائرة بوجود تهديد قنبلة على الطائرة وطلبوا من الطيار تغيير الاتجاه والهبوط في مطار مينسك حلق الطائر عسكري بجانب الطائرة الريانير ووجهتها إلى المطار على الطائرة وعلمة الطائرة كان هناك شخص يسمى رامان براتاسيفيتش البالغ من العام 26 سنة وهو ناشط اكتيفست ومراسل ريبوتر والذي تساعد على تنظيم احتجاجات ضد الزعيم البلاروسي أليكزاندر لكاشينكو كلمة ليدر تعني زعيم قائد براتاسيفيتش ومراسل ومراسل مينسك ومراسل براتاسيفيتش ومراسل ومراسل براتاسيفيتش ومراسل براتاسيفيتش قال ركاب الصحفين بعد هبوط الطائرة في اليتوانيا أن براتاسيفيتش كان يعلم أنه سبب تغيير الاتجاه في الاتجاه في بلاروسيا في الأجواء البيلاروسية كلمة سبب هي السبب ومراسل ومراسل براتاسيفيتش بدأت تحضير براتاسيفيتش كما يتحدث براتاسيفيتش ومراسل براتاسيفيتش قلع أحد الركاب الوكالة براتاسيفيتش بدأت تخلي عن أشياء مثل جهاز الكمبيتر الخاص به بمجرد أن أبلغهم الطائرة أن الطائرة استطابت في مينسك ومراسل براتاسيفيتش 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 براتاسيفي من أثنين كلمة أثنين هي اليونان أثنين سيكوريتي أجانت سيكوريتي أجانت عناصر أمن سيكوريتي أجانت ردود الفعل الدولية international reactions to the forced landing were strong and immediate the US Secretary of State Antony Blinken called the incident shocking and asked for Bratasevich's release طلبة بالإفراج عن Bratasevich ريليس الإفراج عن أو إطلاق صراح ريليس نقول كذلك أطلق يدي ريليس أو لاتني مدعوم من طرف الدولة ما يؤمنه أطلق أطلق لربط إثارة ريليس هم أطلق أطلق ريليس يعني بعض قاعدة الاتحاد الأوروبي دعوا إلى حضر شركة الطيران الوطنية البيلاروسية واستبعاد بيلاروسيا من الأحداث الرياضية نيشن يعني الأمة أو الدولة هنا الدولة لاتفيا وليثوانيا مع بريطانيا قمت بإعطاء توجيهات لشركة الطيران بتجنب المجال الجوي البيلاروسي وزير الخارجي الروسي سيرجي لفروف هو الشخص الوحيد الذي يدعم تحرك بيلاروسيا وقال بأن هذا الحادث يحتاج إلى تحقيق بعقل واضح بعد مرور بعض الوقت يحتاج إلى أن يحقق فيه يحتاج إلى تحقيق لماذا فعلت بيلاروسيا ذلك؟ أليساندر لكاشنكو came to power in 1994 after the end of the old Soviet Union in 2020 لكاشنكو won another election but opposition groups said the vote was corrupt months of protests followed more than 34,000 people have been arrested for expressing their views against لوكاشنكو فاز لوكاشنكو سنة 2020 في انتخابات لكن المعارضة opposition مجموعة المعارضة قالت بأن التصويت فاسد said the vote was corrupt وبعد احتجاجات شهور من الاحتجاجات months of protests يعني تتبع ذلك شهور من الاحتجاجات تم القبض على أكثر من 34,000 شخص لتعبيرهم عن آرائهم ضد لوكاشنكو for expressing their views arrested for expressing their views يعني تقلوا للتعبير عن آرائهم ضد لوكاشنكو حوالي مليونين من هذا البلد من بيلاروسيا يتبعون قناته على التليغرام وصفت الحكومة بأن القناة متطرفة واتهمت براتسافيتش بالتحريد على أعمال العنف with inciting mass riots أعمال عنف جماعية لأن كلمة mass تعني جماعي mass riots أعمال العنف he could face 15 years in prison if convicted of the charge يمكن أن يواجهها 15 عاما في السجن إذا أدين بهذه التهمة he could face 15 years in prison if convicted إذا أدينه إذا أدينه if convicted with the charge the riots group Amnesty International said مقابل مقابل اشتركوا في القناة